قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع شفاعة عنده إلا من إلا لمن أذن الله هذه يسمونها يقول العلماء هذه الآية اقتلعت عراء الشرك من عروقه اقتلعت عراء الشرك من عروقه من أساسه قلعته من القلوب لماذا؟ لأن الشخص إما أن يكون مالكا لما يطلب منه وإما أن يكون شريكا لمن؟ للمالك وإما أن يكون ماذا؟ معاونا له وإما أن يكون ممكنا في الشفاعة لديه سبحان الله طيب لو تأملنا ما يطلب عباد القبور وعباد الأصنام من هؤلاء الشفعاء الذين قالوا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ماذا؟ هؤلاء الشفعون عند الله تعالوا معي هؤلاء الشفعاء هل هم يملكون ذلكم الأمر الذي تطلبونه من المغفرة والرحمة وجلب المصالح ودفع المفاسد وجلب الخير ودفع الشر؟ هل يملكونه؟ لا لا يملكون مثقال ذرة في السماء السموات ولا في الأرض طيب هذا واحد طيب ما داموا لا يملكونه؟ ننتقل للمرتبة الثانية الثانية الشريك هل هم شركاء لله في الملك؟ حاشا لله ننتقل للمرتبة الثالثة هل هم معاونون لله؟ وما لهم فيهما من شرك وما لهم وما لهم منهم من ظهير الظهير المعاون ما بقي ألا الشفاعة قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من إلا لمن أذن له حتى الشفاعة نفاها الله عنهم لأن الشفاعة ملك لله لأن الشفاعة لله جميعا فتأملوا معاني هذه الآيات وطبقوها وانصحوا أولئك الذين يتعلقون بأصحاب الكبور حيث يدعونهم من دون الله ويسألون أن قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبصر مسلمين في دينهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا إنه